السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في المحاضرة رقم 8 على أساس احنا شفنا في المحاضرة 6 والمحاضرة 7 قبل كده عملية قياس عائد ومخاطرة المحفظة وكنا بنفترض أن الاستثمارات داخل المحفظة مقسمة بشكل جزافي أو بشكل عشوائي لكن الحقيقة أن العملية أكبر من كده أن لابد أننا يعني بتتبع الأسلوب العلمي في توزيع الاستثمارات أو توزيع السروا بمعنى أصاح على الاستثمارات داخل المحفظة بالشكل اللي يضمن لي أقل حد من المخاطرة وأعلى عائد زي ما قلنا قبل كده وفي المحاضرة دي بنحاول نركز على الفرق بين التقدير العشوائي لتوزيع السروا بين الاستثمارات والتقدير العلمي هحل معاكم تاني المثال اللي حلناه في المحاضرة رقم 6 اللي هو هيظهر قدامي بعد شوية تامرين زي اللي قدامنا عندي توزيع احتمالي لكل ورقة في المحفظة المحفظة فيها ورقتين الورقة واحد والورقة اتنين فيه توزيع احتمالي بيعكس العائد المتوقع واحتمال حدوثه وكنت افترطت في المحاضرة رقم 6 افترطت ان السروا مقسمة مناصفة بين الورقتين اللي جوه المحفظة وبالتالي لما حسبت عائد المحفظة في الحالة دي طلع 12% وحسبت الانحراف المعيار يطلع واحد وخمستاشر من مية في المية الحقيقة لو انا مش هقسم السروا بشكل عشوائي وده طبعا مش ما يبقاش كلام مصبوط لكن هحب ان انا نقسمها بشكل علمي وده بيتحدد بالمعدلات الرياضية لو انا عندي طبعا انا بقول ان المحفظة فيها ورقتين الورقة واحد والورقة اتنين فنقدر احدد الوزن النسبي للورقة واحد بالمعدلة الاتية اللي هي زهرة قدام اللي هي عبارة عن ايه في البسط بتاع المعدلة بلاقي التباين بتاع الورقة التانية ناقص الانحراف المعياري للورقة الاولى في الانحراف المعياري للورقة التانية في معامل الارتباط بينهم كل ده بيتقسم على المقام بتاع المعادلة اللي هو عبارة عن تباين الورقة الأولى زي التباين الورقة الثانية ناقص اتنين في الانحراف المعياري الورقة الأولى في الانحراف المعياري الورقة الثانية في معامل الارتباط تطلع لي هنا وو واحد بتساوي 47 من 100 كده الموضوع بقى بسيط بالنسبة لي لأن المحفظة فيها ورقتين وو واحد وو اتنين فإذا كانت واو واحد طلعت 47 من 100 يبقى أنا لو طرحت الكلام ده من واحد صحيح يبقى معنا كده نواو اتنين هتطلع 53 من 100 يبقى أنا حددت الوزن النسبي الأمثل للورقتين داخل المحفظة فاضل بقى أن أنا أحاول أحسب العائد بتاع المحفظة على أساس التقسيم المسلى دي والانحراف المعياري بتاعها زي ما هشوف في الإيه دي هيبقى عائد المحفظة هبتدي أرجح عائد كل ورقة بالوزن النسبي بتاعها فأنا عندي هنا عائد الورقة الأولى كان 13% أضربه في الوزن النسبي بتاعها اللي هو 47 من 100 زائد عائد الورقة التانية اللي هو 11% في الوزن النسبي بتاعها اللي هو 53 من 100 طلع لعائد المحفظة 11.94 من 100 مخاطرة المحفظة بحسبها برضو بنفس الطريقة مربع الوزن النسبي بحط طبعا تحت الجزر لإني يعني اللي محطوط تحت الجزر ده التباين فأنا بجيب إيه الجزر بتاعه عشان يطلع لي الانحراف المعياري بتاع المحفظة هلاقي إن تحت الجزر عندي مربع الوزن النسبي للورقة الأولى في التباين بتاعها زائد مربع الوزن النسبي للورقة التانية في التباين بتاعها ناقص لإن هنا معامل الارتباط بالسالب فهنا المفروض كانت الزائد هتبقى بقى بالسالب عشان إيه معامل الارتباط بالسالب هتبقى سالب اتنين في الوزن النسبي للورقة الأولى في الوزن النسبي للورقة التانية في الانحراف المعياري للورقة الأولى في الانحراف المعياري للورقة التانية في معامل الارتباط يطلع كله من تحت الجزر تطلع سجمة بتساوي 9 من 10% إذن هنا أنا عندي العائد والمخاطرة على أساس الوزن الأمثل للصروة داخل المحفظة اتغير العائد ده 11.94 من 100 بدل 12 العائد يعني تأثر حاجة بسيطة جدا لكن المخاطرة أنا وصلت كده لأدنى مخاطرة المخاطرة بدل ما كانت 1.15 من 100 هتبقى 9 من 100 في المية وهشوف المقارنة دي في العرض اللي جاي وهو قدامنا بيظهر المقارنة بين التقسيم العشوائي للمحفظة والتقسيم الأمثل بالطريقة الرياضية اللي هي المزبوطة لو التقسيم كان 50% و50% بشكل عشوائي أو جزافي كده كان العائد 12% والمخاطرة 1.15 من 100% وبالتالي معامل الاختلاف اللي هو المخاطرة على العائد 9.5% لما حسبت التقسيم الأمثل وحسبت على أساسه العائد والمخاطرة بتاعة المحفظة لقيت أن العائد 11.94 من 100% والمخاطرة طلعت 9 من 10% وبالتالي ده انعكس على معامل الاختلاف اللي انخفض بقى 7.5% ده بيوريني أننا لابد أننا لما يجي أوزع الصروة لازم أوزعها بشكل أمثل وفقا للعمليات الرياضية اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقت